بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 216 لمجلس وزراء أترحم على الشهداء الذين قضوا أمس واليوم برصاص الإجرام الإسرائيلي هذا الاحتلال الذي يتمادى بقتل أولادنا يوميا يجب أن يحاكم والصمت الدولي المتستر على الجرائم بحق شعبنا ليس بريئا من الجريمة تدعي إسرائيل من جانب آخر أنها ستقدم حزمة تسهيلات منها إلغاء قرد تقول أنها قدمته للسلطة أولا هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا وثانيا المطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تكون بها شهريا ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره هذه أموالنا وحقوقنا من جانب آخر هناك حراك سياسي مهم في المنطقة والرئيس يشارك بهذا الحراك بنشاط عالي ونحن ندرك وواثكون بأن المملكة العربية السعودية تعتبر أن القضية الفلسطينية محط اهتمامها وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية والسعودية سند للأقصى والقدس وفلسطين يناقش مجلس وزراء اليوم قضايا أمنية ومالية وسياسية وتطوير مواقع أثرية ومشاريع مياه وكهرباء وتوفير مولدات كهربائية في مراكز الصحة وعدد من الأنظمة والقوانين وشكرا